خلينا نعمل هيك نقلة في الموضوع ما الذي يستطيع أن يفعله الله أو إيه إحنا بلاش إيه إحنا متوقعين من الله طبعا كون أنه قلنا أنه الإرادة الحرة اللي عند الإنسان خلته بياخد قارات غلط وبينتج عنها ألم وشر ده لا يعني أن الله كمان ليس حرا يعني من باب أولى يعني إذا كان الإنسان حر وعنده قدرة على اتخاذ قرارات مؤزية فالله بالأحرى حر وعنده إرادة ويستخدمها للصلاح فأنا برضو عايز أقول أنه مش معنى كلامنا ده أن الله عاجز يعني مش معنى أنه بنقول أنه طب الله هيعمل إيه ما الإنسان بيغلق بإرادته مش أصدي مش معنى كده أن الله يقف مكتوف الأيدي ويعني يتطلع بحسر على ما يحدث ويقوله يعني يخسارة كده برضو يا إنسان كان نفسي تعمل أحسن من كده طبعا هو الله يتأسف في قلبه على شر الإنسان لكن يبقى الله عنده إمكانيات وقدرة على التدخل وده مهم جدا نكون فاهمينه علشان لا نفقد معنى الحياة يعني فلو هتقول لي طيب الله ينفع يعمل إيه أو أتوقع من الله إيه أقول كده كام حاجة كده في عجالة طبعا الوقت لا يسمح لكن أقول كده أفكار لتشجيع المؤمنين والتعلمنا يعني الله ماذا يصنع أول حاجة يضع حدا للأمور الله يترك الحرية للإنسان يختار اختياراته يختار الإنسان اختيارات خطأ يدمر بيها ويؤذي ويحدث يعني كثير من الخراب لكن يبقى الله قادرا على أن يضع حدا لكل شر وده رجاء مهم جدا لنا ويقين عندنا أنه لا تخرج الأمور أبدا عن السيطرة أعرف حضرتك لما يبقى معك يعني تأسف كلب صغير كده وحطط له ليش ده الحبل دو وسايفه بتحرك بس في الآخر في حدود في شدك كده تدوس على بطاعة كده وقف حده ما زال الله يمسك بيده الزمان الله مع الحرية التي أعطاها احتفظ لنفسه بالحق في ردع الإنسان وإيقافه وإيقاف الشر بشكل العام في وقت ما عشان كده احنا بنقدر نصلي ما هو الله لو ما عندهش قدرة يحط حد بنصلي ليه احنا بنصلي ليقنا بأنه يضع حدا لكل كبرياء ولما نصلي ايه نطلب في هذا الموضوع نقول له حضع حدا يعني احنا بنصلي دلوقت اللي بيحصل في أوكرانيا بنقول له يا رب حط حد للظلم يوقف اوقف هذا الأمر اوقف هذه القنابل اوقف اتدخل في إرادة الإنسان حط حد للشر هو يستطيع أن يفعل هذا وعنده السلطان أنه يعمل كده أيوة سابه يعمل كده لأنه دي الإرادة ده التمن بتاع حرية الإنسان لكن يمتلك أبقى لنفسه الحق في أن يضع حدا في اللحظة التي يراها وصلاة الكنيسة والمؤمنين تفعل سلطان الله في هذا الاتجاه والله عايز الكنيسة تعمل كده اشتركوا في القناة